حركة مستمر يشهدها مكتب رعاية أسر الشهداء والجرح بمحافظة الحج هذه الأيام بعد توجيهات رئاسية بترقيم وتسليم هذه الأسر رواتب شهرية لموجهة أعباء ظروف الصعبة تأتي هذه التوجيهات في ظل ظروف صعبة تمر بهذه الأسر بعد أن فقد بعضها العائلة الوحيدة فصارت تعاني من الفقرة وبالصراحة أسر الشهداء بعد الحرب تأثرت كثير وهذه مساعدة لهم لكل شهيد رغم الصعوبات والعرقيل التي يمر بها مكتب رعاية الشهداء إلى أنه استطاعوا بإمكانياته البسيطة والمتواضعة ترقيمت جميع الشهداء دون استثناء والبالغ عددهم الفا وتسعمائة وستة وخمسين شهيد أما بالنسبة للجرحة كانت معيير لجنة التقييم والحصر اعتماد أربعمائة وخمسين جريح لإجري النظر في ملفات من تبقى قيد المراجع من الشهداء والجرحة وأرسلنا نهم ملفات وتم فرز هناك الملفات وأخذوا ملفات الكاملة وهي قرابة تسعمائة ملف وإرجاع الملفات الناقصة القرحة أخذوا القرحة المعارضين أصحاب بتر اليد بتر الرجل الاستئصال الأجزاء من المعدة أو العين تحدد على أن يكون استلام رواتب أهل الشهداء كلهم في منطقته من حيث نوفر عليهم المعانا والقهد وكذلك يتسنى لأهل الشهداء استكمال الوثاق أو النقص في ملفات الشهيد إن وجدت تنفيذ هذه العملية وصرف مرتباتهم التي تجري في مدرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن رأت اللجنة تتخذها كضرورة على أن يتم إجراء الترقيم والصرف كلا بحسب ما طيقته في المحافظة ستكون على مرحلتين على أن تتضمن المرحلة الأولى التدقيق ومرجعة الوثائق الخاصة بالشهداء والجرحة تنطلق بعدها المرحلة الثانية والتي ستتم من خلالها عملية الصرف لأسر الشهداء وأيضا للجرحة والمقعدين مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق